بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيتها المواطنات أيها المواطنون تشاء الأقدار أن تمر الجزائر بلدنا الحبيب هذه الأيام بمحنة أخرى يحملها وباء فيروس كورونا المستجد العالمي الآخد في التفشي في الكثير من بلدان العالم لقد تخذت الدولة الجزائرية منذ إعلان عن ظهور هذا الوباء في القارة الأسيوية إجراءات استعجالية احترازية للتصدي له بكل فعالية في حال الانتقال إلى بلدنا لأنه لا شيء أغلى عند الإنسان من صحته ولا شيء أعز عند الدولة من صحة المواطن وهنائه وكرامته إن هذا التحرك المبكر ساعد على الكشف على رعية أجنبية قادمة من أوروبا مصابة بهذا الوباء منذ شهر مما جعلنا نعلن ما يشبه حال الطوارئ تداء من 12 فبري في جميع المؤسسات والوحدات الاستشفائية لتجنب الانتشار كما حدث في بلدان أوروبية أكثر منا تجربة وقدرة على المواجهة كنا نتابع تفشي هذا الوباء أولا بأول منذ أن كان بعيدا عن حدودنا بآلاف الكيلومترات مركزين على الوقاية لأنها برأي كل الإخصائيين الجزائريين والخبراء الدوليين بأنها هي العلاج مادم ليس هناك في الوقت الحالي أي علاج فعال لهذا الوباء ما عدى الوقاية منه وهذا الموقف يلعب فيه المواطن الدور الأساسي للعلاج وتذكرون جميعا أننا كنا من السباقين في العالم إلى إجلاء رعايانا من مدينة يوهان الصينية وإخضائهم لدى عودتهم إلى أرض الوطن الحجر الصحي ومنذ ساعة قليلة ترأست اجتماعا حول تداعيات انتشار هذا الوباء حضره الوزير الأول وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة ومصالح الأمن المعنيين مباشرة بالموضوع وأفضل اجتماع إلى القرارات التالية أولا غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الاستثنائية بعد الاتفاق مع حكومات البلدان المعنية ثانيا التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة ومنطلقة من الجزائر ما عدا طائرات نقل البضائع التي لا تحمل أي مسافر معها الغلق الفوري أمام الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي للولايات وعبر الوطن ومحطات نقل المسافرين خامسا منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء منع تصدير أي منتوج استراتيجي سوى كان طبيا أو غدائيا إلى أن تفرج الأزمة وذلك حفاظا على المخزون الاستراتيجي الوطني سابعا تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وغلق المساجد والاكتفاء برفع الأذان استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مسادقة كبار شيوخنا وعلماء الأمة الجزائرية ثامنا محاربة وفضح المضاربين عديم الضمائر الذين لا يستحون من استغلال فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها تاسعا البحث والكشف عن هوية ناشر الأخبار الكاذبة المضللة الذين يمتهنون التسويد بنفوسهم المريضة بهدف زرع البلبلة والإبقاء على المواطن دائما في حالة قلق ورعب الزيادة في قدرة المستشفيات على تحويل عدد الأسرة إلى أسرة إنعاش عند الضرورة وضع خطة طويلة الأمد لإحتياط من الآن للمستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور ناشر مزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الإعلام يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين إن هذه القرارات تضاف إلى ما جندته الدولة بكل طاقتها من الوسائل المادية والبشرية للحد من تفشي هذا الوباء العالمي الذي لم يسبق أن ابتلت به البشرية وكان مجلس الوزراء الأخير قد خصص اعتمادات مالية إضافية لشراء أحدث أجهزة الوقاية والكشف والعلاج ومواد صيدلية وأدوية ووسائل الوقاية فضلا عن تشديد إجراءات الرقابة بشكل تصاعد في المطارات والموانئ والحدود البرية وصولا إلى التعليق المؤقت للرحلات الجوية والنقل البحري مع الخارج وغلق المدارس والجامعات ورياض الأطفال ودور الحضانات وتجميد النشاطات في كل قاعات المغلقة والمفتوحة وأماكن تسلي وقاعات الحفلات وسائر أماكن الاقتضاد من الأسواق الأسبوعية وغيرها وإني أؤكد لكم بأن الدولة قوية واعية بحساسية الضرف مصغية لقلق المواطنين والمواطنات منشغلة بهمومهم بل إنها وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات بما فيها توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية للمواطنين والمواطنات واعتبار الوباء المتفشة مسألة أمن وطني وأمن صحي تهم الجميع حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتا فحياة المواطن والمواطنة فوق كل اعتبار وقبل كل شيء أيتها المواطنات أيها المواطنون لقد وعدتكم بالصراحة وقول الحقيقة وأنا أصارحكم فأحمد الله الذي جعل المخلصين من إطارات الدولة بصفة عامة والواعين من أبناء شعبنا العظيم يوفقون في الإبقاء على انتشار الوباء حتى الآن ضمن المستوى الثاني بمقاييس منظمة الصحة العالمية وحتى لا قدر الله تضاعف هذا العدد إلى المستوى الثالث فقد أخذنا جميع الاحتياطات إذ لدينا قدرات جاهزة لم تستغل البعض سواء على مستوى الجيش الوطني الشعبي أو الأمن الوطني وحتى الفضاءات الاقتصادية كالمعارض وغيرها يمكن تجهيزها للحجر الصحي على عجل بالإضافة إلى المباني والمشاءات العمومية وحاليا في المخزون لدينا 15 مليون و 500 ألف من كل أنواع الأقنعة ويجري اقتناع 54 مليون قناع آخر إضافة لدينا 6 ألاف أداة كيميوية للفحص تاست و 15 ألف بصدد الاقتناء أكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء إلى 6000 سرير وتوفير 5000 أجهزة تنفس تنعية مع ذلك إن الدولة مهما فعلت ومهما جندت من الوسائل والطاقات فلن تستطيع وحدها القضاء على هذا الوباء العالمي في بلادنا ما لم يقم المواطن بواجبه في الحفاظ على نفسه والالتزام الصارم بشروط النظافة وبإجراءات الوقاية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمعية اللجنة الوطنية التي رأسها الوزير الأول والتي تضم كل الوزارات والدوائر ذات الصلة بالموضوع ستظل جهود الدولة محدودة ما لم يبدي المواطنون والمواطنات المزيد بين التضامن والاندباط والتفهم وخاصة للتبليغ عن حالات الإصابة حتى لا يتسبب عدم التبليغ في إذاء الأقارب أو عابر السبيل في الشارع صحيح إن الوباء مصدر قلق لنا جميعا لأنه يؤثر مواقة على طريقتنا في الحياة وعلى علاقاتنا الاجتماعية وعلى حركة تنقلتنا ويؤثر خاصة على الأمهات العاملات اللواء يعانينا من غلق دور الحضانة ورياض الأثفال ومع ذلك أود أن أطمنكم بأنه لا داعي للمبالغة في الفزع والخوف لأن الوضع الراهن تحت السيطرة أقول تحت السيطرة وكل أجهزة الدولة في حالة يقضة قصوى واستنفار عال لمواجهة أي طريق لا داعي إلى المسارعة إلى تخزين المواد الغدائية ولا داعي لتصديق الأخبار المضللة والشائعات المهرضة وقد أمرت في هذا الموضوع بملاحقة المتضاربين والتحري والكشف عن مروجي الشائعات الباطلة والكادبة وتقديمهم للعدالة ويطيب لي هنا أن أجدد تقديري وشكري لمستخدمي قطاع الصحة بمختلف رتبهم ومواقعهم ورجال الأمن ورجال الحماية المدنية وكل المتطوعين أفراداً وجمعيات مدنية للمساعدة على مكافحة الوباء والحد من انتشاره ورعاية المصابين حتى يتعافون ويعودون سالمين إلى ذويهم كما أقدم تعازي الحرة إلى عائلات الضحايا الذين أختارهم الله إلى جواره متضرعاً إلى العلي القدير أن يسكنهم فسيح جنانه وتمنى الشفاء العاجل للمصابين الذين غادر نصفهم المستشفيات معافين أيها الأخوات أيها الإخوة إن شعبنا العظيم هو شعب التحديات شعب لا يبخل بأي شيء للوطن وسنخرج بتضامننا وانضباطنا بحول الله منتصرين فيهاته المحنة كما انتصرنا في السابق في الجهاد الأصغر اللهم اللهم اصرف عنا الوباء وكفينا شر الداء والله خير الحافظين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاشت الجزائر حرة أبية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر